مدرسة المسيح في المرات السابقة مشينا مشوار طويل في معرفة الله في مين هو ربنا في طبيعته في صفاته الطبيعية قدراته الغير محدودة وفي شخصيته الأدبية وشفنا جمال وروعة المحبة اللي بتعبر عن نفسها في القداسة التي تبغض الشر ولا تصنع الشر للقريب واللي بتعبر عنها في الرحمة اللانهائية أدمت لكي الرحمة وبتعبر عن نفسها في عدالة توزيع الحب والرحمة واعطاء الناس الفرص المتكافئة فليس عنده محابة مش عارف لو أبوك كده تنبسط بأكتر وللو بيحبيلك وانت واحد من إخوة كثيرين تحبه أكتر لو أنا أناني حاب عايزي يحبيلي أنا لو أنا مش أناني هيعجبني أكتر أبويا أنه عادل وبيحبنا زي بعض وبيساوي بيننا وبين بعض ومش بيميز حد عن حد ودي روعة ربنا الصفة الخمسة في الصفات الأدابية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي الحق آيات كتير قوي سمعنا فيها أن ربنا حق مش بيصنع الحق اللي هو البر لكن هو حق كل سبل الرب رحمة وحق مزمور خمسة وعشرين عشرة الشعي خمسة وستين ستاشر فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق يسوع لما تكلم عن نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة يعني إيه حد يبقى صفته الحق يعني إيه حد يبقى حق دي صفة رئيسية دي صفة رئيسية وعكسها إيه إذا قلنا عكس المحبة فاكرين هي إيه أنانية عكس القداسة القداسة ها الخطية مش كده عكس البر الاث مزبوط عكس الرحمة القسوة مش كده وحد قال ربنا قاسي وصائي يعني عكس الاختبالك عكس الرحمة القسوة مش كده عكس الرحمة القسوة الانتقام مش كده عكس الرحمة أني أنتقم بدل ما أرحم بنتقم عكس الحق خلينا نسمع أصحابنا ونسمع أخواتنا اللي متعودين نسمعهم وبعد نرجع نشوف إيه هو الحق وعكسه إيه دايماً لو بتحط عكس الحاجة بتشوفها بوضوح مزبوط عايز تعرف اللون كويس حطه جنب الأبيض أو حطه جنب الأسود مزبوط نسمع أخواتنا وبعد نرجع نحطه جنب الأبيض ونحطه جنب الأسود مزبوط مزبوط صحتي يرأه أمشي فيه وفي الآخر بوصل لحاجة أنا ما كنتش أتوقع أنا أوصل لها يمكن هو مش عارف الحق يعني الحقيقة الوحيدة في حياتنا فيمكن ربنا هو الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا يمكن هو ده الحق ودا إيه فبالتالي إذا يفرق معي في إيه في حياتي مع ربنا سيقة في ربنا أنا واسع الهو الحقيقة في حياتي فأنا هصج فيه أن أحس لكل حوالي ده حاجات كل حاجات في العالم لكن ربنا الحقيقة فهو اللي هصق فيه بس قيمتها ان الله موجود و الله ده بس مش بس كلام مكتوب في كتاب ومش بس كلام أنبية ورسل قالوا لكن الله حقيقي الله موجود في كل حاجة انا بعملها موجود على الارض دي موجود على الارض اللي احنا عاشين فيها موجود في بيوتنا وموجود في كل مكان ربنا قال ان كل اللي تطلبوه باسمي هيوجد ليكم كم مرة طلبت حاجة ما حصلتش هي يعني انا بطلب كتير اه حاجات ما بتحصلش لان الله عنده خطة هل ده معناه ان الله مش حق وبيغير كلامه لا الله حق و الله ما بيغيرش كلامه لكن الله قال انه هو يعني زي ما عمل مع يوسف يوسف اخواته رمو في البير وحصلوا حاجات كلها وحشة اتم قصدتم بيه شرا لكن الله قصد بيه خيرا مجرس المسيح الله نور وليست فيه ظلمة البتة يعني ايه نور هنا نور مش اسوب بيها نور لمبة لا الله نور يعني نور لعيوننا يعني نشوف جمال ربنا ونور لقلوبنا ونور لحياتنا الناس اللي متعرفش ربنا هي الفكر مش عايشة اه ان ربنا هو نور نور الحياة يعني نور نور حياتي ونور طريقي اه نور علاقاتي هو اللي بيناور فينا هو اللي بيدينا كمان نور عشان نبقى نور للعالم النور بيجي من القداسة يعني موسى لما طلع وقعد يكلم ربنا على الجبل نزل منور بنور الله لانه كان قدوس كان بلا خطيئة لمدة فكان قدوس فكان وشه منور وهو مش عارف فالله منور لانه هو قدوس فاحنا لازم نشوف النور ده ونمشي وراه النور عكس الظلمة زي ما اللي متشاف عكس اللي مستخبه يعني ايه الله نور وليس فيه ظلمة البتة بالمعنى ده افتكر ان الله واضح قوي مفوش يعني محدش يقدر يمسك عليه حاجة مفوش خطيئة مفوش نقطة سودة هو حاجة بيضة فمحدش يقدر يمسك عليه حاجة فهو بيناور للناس الابيض دايما بيعكس النور فهو ربنا بيعكس نور بيطلع نور منه يعني كل حاجة واضحة للناس ما فيهاش حتة مستخبية او انا اوقات بشوف ناس احس ان هم شوية غمضين فيهم غموط فبيبقى فيهم حتة الناس مش فاهمها لكن اللهم كده يعني الحتة دي سغيرها بس جميلة جدا وعايزكوا تلتفتوا اليها لان مرات كتير المجتمع اللي احنا عايشين فيه لم يعطي للحق مكان الحق قيمة قليلة لكن بنكتشف ان واحدة من الصفات الاساسية السبعة في الشخصية الادابية الالهية الحق لان ليها مكانة كبيرة قوي عند ربنا وحنشوف حالا ايه اهميتها بالنسبة لنا احنا كمان لو حبيت اعرف الحق اقول ايه لما ربنا قال انا هو الطريق والحق والحياة المسيح اصد حكتين اصد انا الحقيقة انا الحقيقة الله هو الحقيقة المطلقة the absolute truth بس دي مش صفة دي كينونة مش كده فالكلمة دي تعني دايما معنيين انه هو الحقيقة هو الحقيقة لكن الحق كصفة الراجل ده حق يعني اللي بيقوله حقيقة صادق ويعني مش بيخبي الحقيقة بمعنى شفاف اقولها تاني العبارة دي مهم قوي التعريف دا الله حق كصفة كصفة انه لا يخفي الحقيقة سر الرب لخائفه عهده لتعليمهم خلونا نسمع بعض الايات اللي هتعبر على طول عن المعنى اللي احنا قلناه دوت عدد سفر العدد 23-19 بيقول ليس الله انسانا فيجذب بانت قوي عكس الحق ليس الله انسانا فيجذب ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولا يفعل هل يعد ولا يفي بيتحك علي يا ربنا لا ليه لانه مش انسان الانسان بيجذب عشان يخبي ايه الحقيقة يخبي ايه يخبي ضعفه عمل عمله وبيخبيه عملت كده لا ما عمله مش انا مش انا مش انا واو ما تلاقيه كده يبقى غير يعني على طول ده هو ده هو ده هي معرفش معرفش هل الله انسانا فيجذب هل الله ابن انسان فيندم هل يقول ولا يفعل هل يعد ولا يفي يحنى 14-16-17 لما المسيح تكلم عن الروح القدس قال انا هو الحق انا الطريق والحق والحياة لما تكلم عن الروح القدس واحدة من الالقاب اللي اعطاه للروح القدس تفاكرين سمال معزة باراكليتوس وسمال روح الايه كمان روح الحق ليه لانه يشهد للحق لانه يعلن الحق لانه يقول الحق لانه يظهر الحق لانه عايز ينير عيوننا عشان نعرف الحق ليه الحق مهم لان الحق بيحررنا الحق بينجينا الخداع بيضيعنا 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 فربنا عايز يعلن الحق لان الحق لمصلحتي هنجي لها حق آيات تانية يحن 17 وعدد وعدد 3 هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي ده مش الحق بقى ده هو الحقيقة هو العقيقة يعني فيه آلهة مزيفة كتير صنعت أيدي الناس في إلهة وحيد صنعت السماء والأرض بس في آلهة كتير صنعت أيدي الناس في ديانات كتيرة صنعت أيدي الناس مش كstream يحن 17 17 بيقول ايه بقى في 17 قدسهم في حقك كلامك هو حق فلما بتكلم عن الله بتكلم أنه حق لما بتكلم عن المسيح بتكلم أنه حق بتكلم عن روح القدس هو روح الحق لما بتكلم عن كلام الله هو حق هو حقيقي هو الحقيقة هو الحقيقة اللي الناس محتاجة تعرفها. هو الحقيقة اللي ممكن تنقذ الناس من الضلال اللي هم عايشين فيه. طيب. آية سألنا الناس عنها. واتبان ما لهاش علاقة بالموضوع. بس لو فهمناها حنكتشف النص التاني من هذا التعريف. إن الحق هو قول الصدق وعدم إخفاء الأمور. وعدم إخفاء الأمور. آية دي في غاية الأهمية. مش موجودة هنا بس أنا هقرها لكم. وبعدين هنشوفها هنا هو بالضبط اللي إحنا بنقوله ده. الآية دي في يحن الأولى 1-7 يحن الأولى 1-7 بيقول إيه؟ آية جميلة جدا. خليني أقراها من أولها لأنها بتعبر عن الفكرة دي. هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور. الكلام ده من عدد خمسة. أن الله نور وليس فيه ظلنا البد. وديه اللي سمعناه. الله نور وليس فيه ظلنا البد. معناها إيه؟ يعني الشمس ما بتغربش عنده أكيد مش بيتكلم عن النور والضلمة كده هنا مش كده؟ فبيتكلم عن الظاهر والإيه؟ والخفي. الضلمة معناها حاجة مستخبية. ربنا نور وما فيوش حاجة إيه؟ مستخبية. إحنا في حياتنا في حاجات باينة وحاجات كتيرة إيه؟ مخبينها. مش عايزين حد إيه؟ نشوفها. جوانا نور وجوانا إيه؟ ظلمة. بيقول الله نور وليس فيه ظلمة البدتة. وبعدين بيقول كلام جميل أوي هنا. بيقول إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إذا قلنا أن النور هنا معناها القداسة يبقى إزاي إن سلكنا في النور دم يسوع يطهرنا من كل خطية. لما أنا سلك في القداسة مش محتاج بقى دم يسوع يطهرني مظبوط. وإيه علاقة القداسة بأننا شركة بعضنا مع بعض. لكن لو فهمنا النور هنا بمعناه اللي واضح في المعنى واللي هنا إنه لا عدم إخفاء الحق بيقول ربنا مش بيخبي. ربنا عايز يظهر. ليه؟ ليه؟ ليه عايز يظهر الجواه عشان الجواه إيه؟ عشان الجواه إيه؟ عشان الجواه إيه؟ أنت بتخبي إيه؟ أنا بيخبي الوحش. مش كده؟ لما أكون بحبك بطلع مش كده؟ لما أكون الرج منك وقعك. ها؟ ها؟ لأن الجواه إيه وحش. لما يكون الجواه إيه حلو. أبا عايز أخبي إيه؟ أبا مكسوف منه؟ فده اللي بيقوله. بيقول إن الجواه ربنا حلو. حب، رحمة، وعدل، وبر، وقداسة. فربنا نور. ما فوش حاجة غلطة يخبيها. ما مش مكسوف من حاجة يدريها. فنور وليس فيه ظلمة البدء. وبعنا بيقول لي إيه؟ إذا سلكنا معاه لازم نسلك معاه في إيه؟ في النور. يعني إيه يا أسلك في النور؟ يعني مش عايز أخبيه. لما ما بخبيش، لما الجواه بيطلع للنور، بيحصل إيه؟ بنعرف نبقى عندنا شاركة مع بعض. لأن يبقى بتعامل معاك الحقيقي. لأنك مش مش عتها مش مزيف. بيت حقيقي. وأنا حقيقي. فالحلاقة بتبقى حقيقة. فلانا شاركة بعضنا مع بعض. لما بتطلع العيوب، لما بتطلع الظلمة، دم المسيح يقدر يعمل لها إيه؟ يغسلها ويطهرها. لكن أنا خبيت ضعفي. أنا خبيت غلطتي. أنا كتمت خطيتي. العلاقة اللي بنا من بعض إيه؟ مزيفة. وده من المسيح مش عارف يوصل. لأن أنا مخبي. أنا مخبي. لما طلعها إن اعترفنا بخطيانة وأمين وعادل، يقدر يطهرها. يقدر يخدها مني. بس أنا شايلها ومش عايز حد يخدها مني. حيخدها منها غزبا عني؟ انتفقنا إن ده ما ينفعش. مش كده الحتة دي جميلة أو بصوا بقيتها بيقول إيه؟ إن قلنا أنه ليس لنا خطيئة ندل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطيانة، هو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانة، هو غفرها من الأول مش كده؟ بيدينا شك الغفران. بس بيعمل حاجة تانية بقى مهمة هنا، ويطهرنا. مش بس الغفران. هنا بيعمل إيه بقى؟ بينضفني. بينضفني. الله صادق، ما بيجدبش. الله حقيقي مش مزيف. ربنا ما عندوش رياء. لا يظهر ما لا يبطن. ومش عايزنا نتصرف غير كده. الله ما بيحبش التقية. ما بيحبش أني أظهر ما لا أبطن. ما بيحبش الرياء أني بابان بطريقة وأنا جوايا حاجة تانية. لأن ده كذب. لأن ده خداع. لأن ده ظلمة. لأن ده معناه أنه مش حقيقي. هو بيحب الحقيقة عشان أكون حقيقي. فاهميني الحتة دي؟ جميلة جداً جداً جداً. نور ومفيش ظلمة. فما بنتكعبلش. اللي تقال حقيقي. وما يتخباش. فتبقى العلاقة حقيقية. والعيوب تطلع على السطح. وربنا يعمل إيه؟ ينظفها. وربنا ينظفها. الفكرة دي في المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه ملهاش قيمة كبرى. أنت النهاردة تمشي في الشارع تسأل أي واحد. أي سؤال عن أي حاجة. أول رد فعل في أغلب الأحيان ما يقولكش الحقيقة. لقل الحقيقة تضره. أو لقل الحقيقة تفيدك. الأول يتطمن أنه لو قال الحقيقة لهو حينضر ولا أنت هتستفيد. فأول رد فعل يجذب. الكدب بقى عندنا عادة أصيلة في المجتمع. خطية صغيرة. خطية إيه؟ صغيرة. اسمحوا لي أرى لكم بسفر الرؤية. الكتاب حاطت الكدب من ضمن آني خطايا. ونتائجها إيه؟ مخيفة جدا جدا. وده يوريني أن قد إيه ربنا مهتم بالقضية دية. لأنها بتعبر عن ضد الطبيعة الإلهية بالزبط. بالزبط. في سفر الرؤية أصح واحد وعشرين. وبيقولك كلمات دية من عدد سبعة. من يغلب يارث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والصحراء وعبدة الأوسان وجميع الكذبة. فنصيبهم في البحيرة المتقدة من نار وبريد. يا نار بيض حاطة الكذبة من ضم اللستة البشعة دية يقل عنهم في إيه؟ تاني. تاني. بيقول إيه؟ في اتنين وعشرين آخر ماش هدية. بيقول إيه؟ عدد 14. طوبة للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة. ويدخلون من الأبواب إلى المدينة. لأن خارجا الكلاب والصحراء والزناة والقتلة وعبدة الأوسان وكل من يحب ويصنع كذباً. يا نار بيض مش معقول. مش معقول يا رب. ده الكتب ده من الخطايا الصغرى. ده من الخطايا الكبرى أوي 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 أوي. لأن ده خداع النفس. ده الضلال. ده الضلال. ده السلوك في الضلمة. ده العمى. ده ما عنديش أمل. لأن خداعت نفسي فضعت وبخدع الناس وضيعهم. وكل من يحب ويصنع كذباً. واحدة من ألقاب إبليس في يحنى 8 قال كذاب وأبو الكذاب. فاللي بيكذب عادي ده ده ابن إبليس. لأن ده الكذاب اللي عن طريق كدب عمل ايه؟ خدع الناس للجحيم. فهو أنا بكذب أنا بخدع الناس للجحيم. أنا برتكب واحدة من أعظم الجرائم. أنا بخدع الناس. ياه. الحق قيمة عندك كبيرة كده يا رب. ها. لأن الحق بينقذ الإنسان. والضلال بيضيع الإنسان. لأن الرياء بيضمر حياة الإنسان بيظن إن هو كويس. فأعمى. بينما لما بشيل الأقنعة بشوف الحقيقة. بشوف أني خاطي محتاج الرحمة. ومحتاج التوبة. فهمتوني؟ الصفة دي على قد ما صغيرة. لكن عند ربنا كبير أوي. كبير أوي. ربنا حقيقي. ويحب الحق. وعايز ولاده. يبقوا حقيين. ويقولوا الحقيقة. لما غلط ارفع ايدي ويقول أنا غلطاً. أنا اللي غلط. خاف. يعني اعترفنا بخطيانه وأمين وعادل مش بس يخفر ويطهرنا من كل الخطيئة. إن قلنا أننا دي لخطيئة نخدع أنفسنا ونضيع روحنا. وبنجدب على روحنا. فهمين الفرق بين الاتنين؟ إزاي؟ فربنا لأن اللي جواه حلوه. مش بيجدب. وما بيخبيش حاجة. وعايز يكشف نفسه وقوله تعالى زرني وشفني على حقيتي. تعالى. أتمنى تعرفني على حقيتي. أتمنى. ما عنيش حاجة ايه. خبيها. وعايز في علاقتي معاك وفي علاقتكم مع بعض تبقوا ترانسبيرنت كده. تبقوا شفافين. عشان بالطريقة دية علاقتكم مع بعض هتبقى حقيقية. وبالطريقة دية الغلط هيحصل له ايه؟ هيطلع. فقدر أشيله. فقدر أتحركه. أسئلة. موسيقى في ناس بتجذب بس مش عمدا. يعني مثلا بيبقى سؤال تلقائي فالرد كان تلقائي لكن بعد كده الشخص هواش قاصد انه يجذب. فهل دي بتساوي ان الشخص اللي بيدبر الكذب؟ يعني. كدبة بيضة يعني. لا مش مقصودة يعني. رمادي. مسلا سؤال. لا سؤال تلقائي فالرد كان كده بعد كده حتى هو بعديها يتكسف يعتذر للي قدامه وفي نفس الوقت. ليه؟ ليه؟ فرد رد كده تلقائي لكن هو ما بيدبر لهوش ولا بيخطط آقا هيجي فلان يسألني في الحاجة الفلانية فحرد واقول كذا. طيب ليه؟ مش بيبقى رد الفعل بعد ما فوق ان يروح الشخص يقول له على فكرة فكرة. مش دي الحقيقة. انا انا قلت كلام ليه؟ بتكسف. اه دي حاجة وحاجة تانية محددتك بتتكلم عن اه الله انه نور هما بي انا شايف انه هما عشان ما بيخافش. اغلب الكذب خوف. خوف وخجل. اه خاجلان من انا جذبت او اه كسوف زي محددتك قلت. كويس قوي. اه. خليني اقول الترتيب دايما. انا ممكن ابقى بكدب كتبة مش بتدور حد. ومش مقصودة. كويس. وخف اطلع للنور. فبنسحب للايه؟ للضلمة. كويس. بعد شوية لما تكون بقى الحقيقة ممكن تضرني. هكدب عمدا. مش كده؟ فتعود اكدب. فالاول انا مقصدش. وبعين بقيت؟ بقصد. فبقى الاول كذبت. وبعين بقيت؟ كداب. وبعد شوية ببقى ايه؟ ببقى انا كدبة. ببقى انا كدبة. ببقى انا مش حقيقة. مزيف. كمية الناس المزيفين خيالية صح؟ مزيف. يا مع عرسان مزيفين صح؟ ويا مع عرس مزيفين. تفاجأ بعد الجواد. مش ده خالص لانا خطبته صح؟ مزيف. عشان كده انا لازم من الاول اعيش في النور. وما خافش ان اطلع غرطان. واقول. على فكرة انا اللي قلته مش حقيقي. يعني لو قلته الكتبة كبير ما تقولش انك كذبت يا عم. اللي قلته مش حقيقي. انا اطلخبطت في الكلام وتسرعت وعايز اصلح المعلومة. المعلومة مش كده. عايزة تواضع. عايزة صدق. عايزة اني مش خايف على شكلي. بس عايزة اكون حقيقي. مش خايف على شكلي. عايزة اكون حقيقي. القيمة عندي ايه؟ شكلي ولا اني اكون حقيقي؟ ايه افضل؟ فيمتوني بقول ايه؟ لما بعمل كده مش هعمل اللي بعدها. مش هقصد. مش هقصد. لو تسهلت في السهلة. مش هقدر ارفض الصعبة. صح؟ احنا دايما نقول ايه الواحد. المسيح قال امين في القليل امين في الكثير. الناس تقول لي. لا ما اتنيني عشرة جنيه مش ههتمني اكون امين فيها. لك لو ديتني مليون هكون امين عليها. اسهل اكون امين في القليل ولا اسهل اكون امين في الكثير؟ في القليل. اشا كده الامين في القليل. امين في الكثير. في الاول لما ربنا بيقتمني بيقتمني على القليل. كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بصوا الترتيب. بصوا الترتيب. انا بتساهل في القليل اصدقائك افكة. دي فكة. اذا كنت مش امين في القليل من يقيمك على الكثير؟ اذا كان السهل بتتساهل فيه. الصعبة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فدي نفس الفكرة بالحكس أنا فرصتي مع المواقف دية أن أقف وأقول أنا غلطان ده حيخليني مغلطش في الكبير إلا عشان أقول أنا غلطان حتبقى صعب أوي 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 أريد أن أعيش في النور أعيش في النور مش أني مغلطش أريد أن أعيش في النور اللي عندما أغلط أرفع إيدي أقول أنا غلطان سؤال على قد ما هوست بسؤال كالعيدة يعني إحنا هنا بنحاول نعالج أنه ما أجذبش أنا دلوقتي وصلت للمرحلة الثالثة بقيت كاذب ماشي حياتي كلها متلغبطة لأنني من كنت ما بقيت أجذب أنا نفسي بقيت أصدق الكتبة يعني أنا ما بقيتش عارفة أميز مثلا ما بيني صح وخلاص أنا بقيت حد ماشي في الثالثة دي تماما وكل حوالية بتقول كده يعني كل حوالية بيوصلوا لي رسائل الكتب وكل المجتمع بيقول إنه لو كذبت هتعرف تعيش هتعرفت كامل وأنا وصلت للمرحلة الثالثة أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أرجع خالص بدي مستهلة خالص ما هو أنا عندي اختيار يا أتوب وارجع واطلع للنور هقدركها إزاي أن أنا عايش في كتبة يا أتوب وارجع واطلع للنور يا إما أنا كل يوم رايح في السكة دي مش هترجع حدي حدي مثل كنا في سمينار وبنتكلم عن الخروج للنور وأخرج للنور وبعدين جالي شاب بعدها وقال لي أنا عايز أقولك حاجة مهم قوي قلت له إيه؟ قال لي وأنا صغير أبويا طلق أمي وسبنا ومشي وتجوز وعاش ونسينا خالص ولما بطيت أكبر أمي قالت لي مش هينفع تقول صحابك أن باباك مطلقني مش كويس في حقيه ومش كويس في حقك فخليه نقول بابا مات وهو بالنسبة لنا مات فقول بابا مات فتربيت في الكنيسة وسط أصدقائي كلهم عارفين أني بابا مات بابا مات بابا مات بابا مات مش موجود أصلا فمات محدش بيشوف ولا أنا بشوف وان بابا مات لغاية لما جاسن الجيش اضطريت أروح لأبويا عشان أخذ منه ورقة أن أنا الوحيد من الزوجة دي عشان أعفى من الجيش فوجهت نفسي بالحقيقة أن بابا إيه عايش رحت له عشان أخذ الورقة دي وقعادي يقول لي ده أمك هي السبب وقال كانت لقاء بيقول لي بالنسبة لي صعب جدا وجارح جدا لكن صح جوايا الفكرة أن أنا عايش في كتبة مع كل الناس أن بابا مات وبابا عايش خدت الورقة وخدت الإعفاء من الجيش وكتمت على الخبر بالنسبة لي لقيت لما حضر السمينار بتاع أخرج للنور وعيش للنور وصلح الحقائق المجذوبة عنك قال لي أعمل إيه دلوقتي قلت له بكرة في السمينار أغلب أصحابك موجودين وقفوا قلهم عايز أقول لكم الحقيقة عايز أقول لكم أبوي عايش وطلق أمي وأنا خبيت الحقيقة لي عنكم وصلي لي كده وقال لي إيه إزاي يا قال لي قلت له دعار قال لي مهما بتقول قلت له دعار دي غلطتها في حاجة يعني ده تخلي العروسة اللي أنت عايزها تقول لك لا ما تجوزكش قال لي مهما بتقول كده قلت له قل لي رد علي قال لي لا قلت له لي تعيش في الظلمة ليه تعيش حقيقة زي كده أنت مخبيها أنت حاسس أنك مش حقيقي أن في حاجة في حياتك مش حقيقية ما قلتهاش لحد من الناس أنت متابعاني أنت فهماني تاني يوم ويفق قدام الناس وقال له الناس قفت له يقول حسيت كأني في أفص خرجت منه خرجت للنور أقدر في أي لحظة أقف وأسيب الظلمة وأطلع على النور أقدر الحرية اللي أحس بيها ملحش تمن إحنا فاكرين أن الظلمة حلوة الظلمة مليانة خوف صح والنور مليان راحة وطمأنينة ومش خايف من حد من حد يعرف يهددني يقول لي أنا قلت له لكل الناس أنا قلت لكل الناس الحقيقة حتى بتزيني بإيه إبليس لا يقدر يبتزيني ولا حد يرى بتزيني أنا قلت للناس ما حد يش بقى لي عندي حاجة مهما وصلت أقدر أرجع للنور وتعرفون الحق والحق يحرركم وتعيشون في الحق فلا نستعبد لأحد حتى الخوف ما يقدرش يستعبدني واضح هو ده ممكن يعني مش ممكن أنا يعني لو أنا مخبية حدث أنا ممكن أكساوه في لحظة كويس بس لو أنا أعتدت على الكسب في المطلق فما بدقي نفسها بقت كدّيبة نظبوط هعمل إيه آه يعني الموضوع ده ما ينفعش الكسب في لحظة يا بونا لا لا سهل قوي برضو ليه حاولي روحي من الآن فصاعدا أي كلمة مش حقيقية هصلحها في الحال على طول بعد أسبوع هبطل أكدب لأني حطر أصلح كلامي سبع مرات في اليوم في تسعة واربعين مرة في أسبوع حتوب لأني قلت الروحي من الآن فصاعدا لما أكدب هرفع إيدي وأقول كدبت في أسبوع أخف في أسبوع أخف هسألك سوئي الكتب ده مرض يعني لو أنا وصيق المرحلة التالتة دي مرض محتاجة أمشي سكك نفسية وروحية عشان أعرف أوصل للحتة اللي حظر بتقولها أنا مش عارف أشوفها أنها بالسهولة دي بصراحة يعني ولا هي عادة سلوكية أنا عتدت عليها فأنا هاقصرها في ضوء الحق وأنه لما أنا رئي بنفسي في كده وفي كده في منها مرض ونتيجة فوبيا نوع من أنواع المخاوف والوساوس فمحتاجة علاج نفسي لكن في أغلب الأحوال بتبقى أنا عملت كده أنا جدبت من غير مقصد أنا جدبت أقصد أنا تعودت فبقت عادة في حياتي فزي ما مشيتها كده قدر أعمل إيه؟ قدر أمشيها كده كده هتبقى أسرع قوي زي ما قلت في أسبوع هتخلص المشير بتاعي هقدر يقول لي إذا كانت دي محتاجة علاج نفسي ولا لا إحنا بقينا دلوقتي كمان بنستسهل فكرة العلاج النفسي لأنه كأنه بيريحني أنا مريض مش دايماً بتبقى دي الحقيقة مرض حقيقي فعلاً ومحتاج مرض ما يمكن بعض الأحيان دواء مهدئ لأنه بيبقى مقدار الخوف اللي جواي بيخليني أكدب دون أن أقصد فمحتاج حاجة تساعدني أني مخافش ومارات محتاج جلسات مشهورة تطلعني من هذا الخوف لكن كده أو كده سكة العودة مالها مفتوحة بمساعدة طبيب أو بعد مساعدة طبيب بمساعدة مشير يمكن مش طبيب لأن الخروج للنور مريح راحة خيالية خيالية إيه الأسئلة الجميلة دي يا أولاد سؤال تاني بخصوصاً أننا احنا تكلمنا في رسالة يوحنى الأولى فأنا طول عمري فاهم وأنا أقرأ الرسالة دي وبحبها جامد قوي إنه إن قلنا أننا بلا خطية نضل عن فوسنا كنت فاهم دايماً أن دوة الإنسان اللي هو قبل ما يعرف المسيح وقبل ما يتولد ما فيش واحد يقول أنا مية في المية وأنا مش محتاج لربنا ومش محتاج للغفران يعني أو مش محتاج للعمل المسيح وبعد كده بتقول المولود من الله لا يخطئ فبرضو اللي أنا فاهمه إنه طالما اتولدت ولادة جديدة من الله فالمفروض وعيب علي وما ينفعش وما يصحش إن أنا أخطئ فبس مع تفسيرات كتيرة في الحتة دي في حد ما بيغلطش المفروض المولود من الله لا يخطئ في حد ما بيعملش كده هو أنا لما ببص على شخصيات في الكتاب بعد مقابلتهم من ربنا مقابلة حقيقية حياتهم اختلفة بطرس مغلط بعد الإيمان وبعد يوم الخمسين ما كتبش بولس النراءة وأنا وجهته في رياءه بس دي مش خطية يعني يعقوب ما قالش في أشياء كثيرة نعثر جميعنا خليني أسهل خليني بدل ما هنا إن قلنا إننا بالخطية نظر لأنفسنا إن اعترفنا بخطية ده بيكلم عن مؤمنين مش عادة غير مؤمنين ده مؤمنين قبل كده بيقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فهنا شارك بعضنا مع بعض فهنا بيكلم مؤمنين الآية بتاعة المولود من الله لا يخطئ لا يخطئ هنا لا يستمر في فعل الخطية فلا يخطئ هنا جاية الزمن بتاحها مضارع مستمر ففي اليوناني نوع الفيرب نوع الفعل بيحدد الزمن والمقصود منه لا يستمر في الخطية أيوة لأن الصديق لما يسقط يعمل إيه؟ يقوم إذا أنا وقعت في الخطية ومكمل فيها مكمل فيها مكمل فيها مكمل فيها علاقة وغلط وغلط ومشي ماشي فيها وبصلي ومكمل إيه أنا بتحكي عن نفسي؟ فالمولود من الله لا يستمر في فعل الخطية إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة الرب يعمل إيه؟ ينير لي وده الفرق ده الفرق زي ما قلناه زي ما قوي التعبير دوت الفرق بين طبيعة الخنزير بيحب الطينة تحميه ينزل في الطينة هو عايز الطينة واخد بالك لكن لما بتغير ببقى مش عايز الطينة زي الخروف من قول لو وقع في الطينة بيطلع وبينفض لأنه مش بيستحملها على جسمه فأنا بتغير بالولادة التانية بالحياة مع المسيح من طبيعة تحب الشر إلى طبيعة تبغد الشر فلو غلط عايز أقوم وعايز أستحمل عايز أنضف مش قادر أستحمل الموقف ده فالذي يستمر في الخطيئة لم يولد من الله لكن إن قلنا أننا بلا خطيئة بعد الإيمان إحنا بنتدعي كذبا من منا لا يخطأ إن قلنا أننا بلا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا ما لإيه؟ لما نغلط نعترف بخطيئنا هو هيغفر لنا ده أكيد لكن اللي أهم كمان من الغفران بعد الإيمان هو إيه؟ إن يعمل إيه؟ يطهر الجرح يطهره عشان يخف هيسمحني ده مات لأجلي لكن في حاجة تانية بتتعمل بعد الإيمان مش الغفران يطهر يطهر ودي الحطة اللي بتكلم عنها فاهمين لا يزيقولون؟ أنا عورت روحي وربنا ما ليش مسامحك يا حبيبي ده بس في جرح دلوقتي لو ما اطهرش حيتقيح فأنا محتاج إنه لما اعترف أروح عشان أتطهر فأخف من اللي أنا عملته أخف فأشفى فلا أستعبد للخطيئة وعيش في النور وكمل مع ربنا بجري نفسي صحيحة وقلبي صحيح ومقبل على الحياة وعارف أغلب الشر في الحياة واضح الفرق ما بين الاتنين أعيز أشكركم على الأسئلة ديت وعلى الصدق في الأسئلة وعلى المتابعة الرائعة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح ربنا يباركوا ويعمق روح التلمزة في حياتكم مدرسة المسيح